اكشن ومن ثم نسلط ضوء على نجمة فيلم The Fall Guy Emily Blunt سنطلعكم على جميع هذه الاخبار الجديدة لكن اولا فننوكي نظرة على السجادة الحمراء اولا سنأخذكم الى العرض الاول لفيلم Kingdom of the Planet of the Yates في UK الآن سيكون الوقتنا ويكون الى العرض أذهلتنا الممثلة في يا آلن بإطارة لامعة نعم ويجب عليك أن أفعل كل مداراتي بالتعامل معهم ويجب عليهم ويجب عليهم التحدث مع العرض نعم لأنهم لدينا الممثلات فيا آلن بإطارة لامعة لذا كان هذا مباشر يلابو كيف أن يوران دور أبروximo سيسر شاركنا أو انتيك تجربته بعد ذلك شاهد المنتج جو هارتويك والمخرج ويسبول أحلامهما تتحقق على الشاشة أخذنا المستشار الخاص أندي سيركس إلى المسار الداخلي سنأخذكم بعدها إلى العرض الأول لفيلم The Idea of You في مدينة نيويورك تباهى النجوم بجمالهم على السجادة الأرجوانية قدمت آن هاثوي الجميلة دخولا رائعا لعب نيكولس غالزين عدداً كبيراً من الشخصيات الملكية البارزة على الشاشة أعتقد أنها فانتاسي من أي شخصيات الملكية البارزة على الشاشة ولكن أعتقد أنه يساعد عندما كان هناك شريطة جداً وميكول شاروالتر وان هاثوي كانت تحصل إلى الشاشة وعندما أعلم أنه كان هناك شخصيات جداً على روم كوم جنر لدى جابريال يونيون موهبة تجعلنا نضحك لدى جابريال يونيون موهبة تجعلنا نضحك كان المخرج مايكل شوالتر على استعداداً لتقديم The Idea of You إلى الجماهير وكان سيفين كوتيتشا أخيراً وليس أخيراً أحب أن أحب روم كومات في كل كاريراً الكثير من أشياء أصدقائي من روم كومات لذلك إنه رائعاً أن تكون موهبة تجعلنا لم تعد نجمة الواقع كيم كرديشين وأوديل بيكهام جونيور عنصراً أساسياً فأين يترك ذلك النجمة كورديشين الآن؟ حسناً على الرغم من أنها مفتحة على العثور على الحب مرة أخرى إلا أنها تأخذ وقتها تم ارتباط كيم وأوديل لأول مرة في سبتمبر في 2023 وكانا يقضيان وقتاً ممتعاً وفقاً للمصادر ولم يكن من المفترض أن يكون الأمر جدياً على الإطلاق تقول مصادر قريبة منهما أنه كان من المحتم أن يحدث هذا الانفصال في النهاية ومن المحتمل أن نرى ذلك يتكشف في الموسم القادم من برنامج كورديشين كان من الممكن أن تكون لحظة محرجة لكن الكوميدية ميليسا ميكارثي قلبت العمر برمته إليكم ما حدث اتصل المصورون بميليسا بعد أن تسألت أيقونة هاليوود باربرا سترايزند عما إن كانت نجمة برايتز ميدز تستخدم عقارة أوزنبيك لإنقاص الوزن ما هو رد ميليسا؟ أعتقد أن باربرا كنزون وأنا أحبها إن الممثلات أميلي بلاند معجبة معلنات عن نفسها بسويفتي ونحن الآن نعرف ما قالته تيلر لها والابنة جون كوزينسكي التي كادت أن تجعل الفتاة الصغيرة يغمى عليها قالت أميلي عن الموقف لقد كان أفضل شيء فعله أي شخص من أجل طفلتي إذن ماذا قال تيلر للطفلة البالغة من العمر سبع سنوات؟ يا للهول انظر إليك أنت مجرد فتاة بيتنيك أنا أحب أسلوبك كم هذا لطي؟ خرجت نجمة البوب كيتي بيري بتصفيفة شعر جديدة ما أثار قلق معجبيها بشدة ذلك لأن مغنية أيكيز دي جورل كانت ترتدي شعرا مستعارا وقالت لدى الناس مشاعر قوية حقا تجاه شعري لسنوات عديدة لقد فعلوا ذلك وأضافت كيتي عن الردود القاسية فلتكن هذه لحظة قابلة للتعلم أنا أشاهد حافظ النجم السينمائي براد بيت على خصوصية حياته العاطفية إلى حد كبير منذ طلاقه من أنجلي ناجلي لكن النجم لم يستطع منع نفسه هذه المرة لقد شاهدنا براد وصديقته آينيز زي ريمون يستمتعان ببعض الوقت على الشاطئ مع كلبهما في سانتا مونيكا تم ارتباط براد وصديقته مصممات المجوهرات لأول مرة في نوفمبر 2022 ويقول الأصدقاء إنهما يعيشان معا لكن أطفال براد الستة لم يلتقوا بها أصيب معجب فرقة جونس برادرز في المكسيك بخيبة أمل عندما أصيب نيك بالأنفلونزا واضطر إلى تأجيل العروض القادمة للفرقة وقال نيك لمعجبه على إنستغرام إنه غير قادر على الغناء في الوقت الحالي ويحتاج إلى التعافي والتغلب على هذا الشيء أنا أكره أن أخيب ظنكم يا رفاق نصلت الضوء هذا الأسبوع على نجمة فيلم The Fall Guy أميلي بلاند حصلت هذه المماثلات البريطانية على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة Golden Globe وجائزتي Screen Actors Guild Awards سواء كان الأمر يتعلق بأوبنهايمر أو A Quiet Place أو Age of Tomorrow فنحن نريد الذهاب إلى حيث تذهب تجتمل تخيرة أميلي السينمائية على The Young Victoria With the Girl on the Train With the Devil Wears a Prada و Into the Woods وسيكاريو من الطبيعي أن تكون نجمتنا بطلة لأفلام الأطفال وتشمل ألقابها الشهيرة Mary Puppets Returns With the Muppets My Little Pony The Movie ونوميو أن جولييت تلعب أميلي الآن دورة البطولة في The Fall Guy وصفت أميلي علاقة شخصياتها جودي بكولت فقط لها جدا جدا سيزاقها وينها أميلي أميلي لكنها تحتمي مستقبل فأنت تفتحه من كتابات سببتها وانه نعب أسوأ بكثرة لذلك الأمر تحتاجه هذا المسابس رأيها للأمر كل ما أنها تجربت ويقوم بالوظفة إلى العدوة ولكن تجربة جميعهم وجميعهم والمشاكل التي تجربت على أي حر لإستجاب الأمر المحروجه آميلي ترجمة نانسي قنع تمسكوا بكبعاتكم لقد تفاوضت شركة ورنر براسلتا وعلى صفقة من سبعة أرقام تقريبا للحصول على حقوق الفيلم لفيلم مارغو روبي القادم إنهم مبني على كتاب القصص المصورة سيكتب توني ماكنامار كاتب فيلم بورثينغز السيناريو بينما تقوم أليفيا وايلد بإخراج الفيلم ومارغو بدور الكائن الخير الذي يحارب قوى الشر في خطوة رئيسية أخرى لشركة ورنر براسلتا نستمع إلى فيلم سيرة الذاتية أكريس فارلي ستوري وهو عن الممثل الكوميدي الأسطوري بول وارتر هاوزر إليكم ما نعرفه سيتولى جوش غاد الإخراج جنبا إلى جنب مع لورين مايكلز من ساتردي نايت لايف على رأس بوردوي فيديو ويستند الفيلم على كتاب من تأليف شقيق كريس تون فارلي جونيور وتنر كولبي إنها لحظة كبيرة لجميع المشاركين وخاصة جوش الذي يقوم بأول ظهور له كمخرج ستبدأ شركة إينيفرسل في مشروع يقع في فيرجينيا بيتش في صيف عام سبعة وسبعين حيث نشأ صبي صغير يدعى فارل ويليامز إن الفيلم حاليا بدون عنوان لكن أخبار اختيار الممثلين ضخمة ستشارك فنانة الهيب هоп ورم بي الحائزة على جائزة جرامي نيسي إليد في البطولة إلى جانب كالبين هاريسون جونيور وديفاين جوي راندل وهيلي بيلي وبراين تيري هنري يوصف الفيلم بأنه فيلم موسيقي عن بلوغ سن الرشد مستوحا من شقق أتلانتس بالمدينة والحي الذي نشأ فيه فارل في العد التنازلي لشباك التذاكر في هوليوود نقدم لكم أفضل خمسة أفلام لهذا الأسبوع هيا بنا كان الفيلم الخامس لهذا الأسبوع هو غودزيلا إكس كونغ نيو إيمباير محققا 4.2 مليون دولار والفيلم الذي احتل المركز الرابع لهذا الأسبوع هو تيرو محققا 6.2 مليون دولار أما في المركز الثالث فيلم ستار وورز The Phantom Menace محققا 7.2 مليون دولار الفيلم الثاني لهذا الأسبوع كان فيلم Challengers محققا 8.7 مليون دولار أما في المركز الأول لهذا الأسبوع كان فيلم The Fall Guy بإرادة بلغ 28 مليون دولار تشهد أعياد ميلاد هولوود لهذا الأسبوع ارتفاع أعمار المشاهير من التاسعة وحتى ال91 عاما بلغت منيلا بي كروز خمسين عاما وويلي نيلسون واحدا وتسعين عاما كما بلغت أومى ثورمان أربعة وخمسين عاما واحتفل الكوميدي وجيري ساينفولد بعيد ميلاده السبعين وبلغت ميشيل فايفر السادسة والستين وترافز سكوت 33 عاما وبلغت غالغ دوت 39 عاما أما أنا دي أرمس قد بلغت 36 عاما وبلغت كريستين دونزت 42 عاما وبلغ النجم جيمي دورنان 42 عاما وأتم دوين ديروف جونسون عامه 52 وبلغ ديفيد بيكهم 49 عاما وأميرة ويلز شارلوت 9 عواما وبلغ لانس باس 45 عاما وبلغت النجمة أديل 36 عاما وبلغ هيري كابول الواحد والاربعين من عمره أما جاكس فقد أتمت 28 عاما احرصوا على متابعة حلقة الأسبوع المقبل للحصول على المزيد من التألق والسحر من موجز أخبار هاليوود اشتركوا في القناة